بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة اساسيات المونتاج والنهاردة هتكلم عن كيفية الكتابة على الفيديو باللغة العربية طبعا انا هنا هفتح البريمير برو وحعمل المشروع جديد ومش هاخد وقت كبير في ان انا اعمل مشروع جديد هعمل على طول desktop new folder new folder select مش هغير في الاسم ولا هغير في اي حاجة وهعمل اوكي وعندي هنا فيديو قديم هعمله import علشان خاطر نكتب عليه يعني اي كلام بالعربي ودين اعملت له import ونعمله هنا في ال timeline نعمل sequence جديد كويس في البداية انا كنت اعملت فيديو عن الكتابة على الفيديو باللغة العربية لكن عن طريق استخدام موقع لان البرنامج ما بيدعمش اللغة العربية لكن فيما بعد احد الاخوة الافاضل الاخ هشام محمد اكتشف ان انت ممكن تعدل في عددات البرنامج لانه بيقرأ عربي ودي نقطة يمكن في الاصدار اللي انا اشغال عليه اللي هو الاصدار بتاع الولد اللي بيلب السوبرمان ده ادوب بريمير cc version 9.2 كويس ده الورجن بتاع الولد اللي بيلب السوبرمان عايز يعني هسايف المشروع ده سريعا وحقف البرنامج وافتحه تاني بس علشان تشوفه صورة البرينير برو ده الورجن اللي انا بستخدمه لان في عندي مشكلة بخصوص توافق كارت الشاشة مع فيرجن الادو بريمير فده اللي بيشتغل معايا احسن لان ده اللي بيفتح لي الميركري كو ده او الكلام الخاص بالمونتاج ده طيب المهم البرجن ده بيقرأ عربي وبيخليني معده اكتب عربي على طول على الفيديو من غير الموقع الوسيط ازاي اعمل الحوار ده بجيب edit وpreferences وفيه هنا titler titler ده الجزء بتاع العناوين والكتابات فبقوم دايس عليه بيجيب لي هنا اعدادات هي في الغالب بتكون معمولة على european and east asian انا بعمله على endic مجرد ان انا بعمله على endic واقول له اوكي واعمل title جديد بجيب من هنا فوق title new title default still اسميه اي حاجة والاعدادات مزبوطة على السيكونس بتاعتي بدوس اوكي كده بيفتحني الشاشة بتاعت التايتلز مجرد ان انا بجيب حرف t من هنا واعلم في المكان اللي انا عايزه وابتدي اكتب بيكتب لي عربي مزبوط ممكن اغير ال style ما بيكتب ليش عربي مزبوط في البداية لكن لو غيرت الخط لان الخط ده ما بيدعمش عربي لو غيرت الخط مثلا لadoop arabic هلا ايه كتب لي عربي زي full ممكن اخليه bald والعب في اي اعدادات كويس العيب الوحيد في الاصدار ده في الكتابة بالعربي اللي هو الاصدار اللي بيفتح وابعين لي الواد لاب السوبرمان ان الخط لما باجي اكتب بالعربي الاتجاه الخط مش مزبوط يعني لو عاوز اكتب اية قرآنية مثلا هكتب هعمل هعمل قوس اهو شايف الترتيب الكلام من الشمال اليمين مش لليمين من الشمال وما فيش حاجة هنا تخليني اصبط ده وانا لغاية دلوقتي معرفش الحلل ده المهم طيب انا هكتب اي حاجة هنا و هجيب هنا البروجيكت والتايتل واللي يكن مثلا انا عايز التايتل يظهر هنا فادي التايتل ظهر هنا وهسايف المشروع على كده هاقفلوا وافتح اصدار تاني من الادو بريمير ده الاصدار قبل الاخير ده اصدار البريمير قبل الاخير اللي هو احدث حاجة في 2015 2015.4 من اول الاصدار ده والاصدار اللي بعده اللي هو 2017 اللي لسه نازل ما كملش شهر ظبطوا فيها موضوع التايتل واتجاه الخط فبالتالي بقدر اكتب عليه بسهولة جدا لكن مشكلتي انا الشخصية ان كارت الشاشة في حاجة مع البرنامج وكارت الشاشة ما بيخليهوش يفعل الميركري بلاي بلاك انجين وده بيسهل كتير جدا في سرعة المونتاج لكن ما علينا هعمل مشروع جديد ومشروع ومشروع ومش هسميه اي حاجة وهاقول لي اوكي كويس هنا برضو البرنامج مزبوط علشان انا بشتغل على شاشتين هاخد ده وحطه هنا هجر الفيديو بتاعي من هنا لهنا في البروجرام وعمل امبورت وهجره من هنا لهنا على التايم لاين هيعمل لي سيكوينس كويس برضو من وممشروعه عن السرعة واتفقه ودده عشان ازبط اللغه بلاقي هنا ايه ساوس ايجيان اند ميدل ايسترن فبقى فيه ميدل ايست وبعدين عندك هنا الديفالت باراجرف دايريكشن رايت تولفت لفت لفت تولفت فهنا مظبوطة اتجاه الكتابة ده مش موجود في الفرجن اللي فات لكن انا مشكلتي مع الاصدار ده الكودة الزبط امكانيات كارت الشاشة مع البرنامج وانا معرفش ايه السبب ان هو شغال مع الفرجن القديم مش شغال مع الفرجن الجديد خصوصا 2017 مش شغال عليه واتمنى لو حد يعرف الحل يقول لي الحل انا شغال على كارت شاشة Quadro FX 5800 Quadro FX 5800 وده كارت شاشة 4 جيجا وامكانياته عالية جدا المفروض ان هو شغال كودة في الاصدار القديم ما عرفش ليه مش شغال هنا لكن ما علينا طيب عايز اعمل تايتل جديد هعمل نيو تايتل وديفالت ستيل وهي متزبطة على سيكورس بتاعتي واقول لي اوكي مجرد ان هي مزبوطة حرفة T مزبوطة هنا ممكن اعمل كده وقص على الدنيا طيب وزبط بس الشاشة اجي اكتب هنا الدنيا متزبطة زي الفول طيب ممكن اختار اي شكل من دول حتى لو في الاول مش مزبوط مجرد ان انا بغير الخط بيشتغل كويس هنا بقى في عندي اتجاه الخط فبالتالي مثلا انا عايز انزل الاية قرآنية ادي برنامج القرآن مثلا وانا راجل ريخم فاقول مثلا ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم هاخد الاية نسخ وبعدين حاجي هنا في النوتس وانا مش عايز الاية كلها هعمل كوس هنا وهعمل لغاية هنا مثلا عايز بس الجزء ده وهعمل كوس كده وهاخده كوبي واقوم جايب علامة التي وحطه هنا كنترول اي كنترول في الاية نزلت بشكل ممتاز بالتشكيل حاجة زي الفل بصراحة طيب الحاجات اللي انا هزبطها في الخط هنا ممكن تزبطها على الفرجر التاني هو هو لكن بس التعديلات فانقول مثلا هنا ايه ان انا عايز الخط بولد تخين شوية فبقى تخين شوية مش مشكلة عايز الخط يبقى متوسطا فيبقى متوسطا كده ماشي وبعدين ممكن اعمل ايه خلي بالك انا من علامة السهم ممكن اكبره كده يعني ممكن اخليه يملى المساحة اللي انا عايزها مش مشكلة وممكن من هنا حجم الخط والحاجات دي انا شرحتها في الفيديو الاولاني بس اللي كنت بستخدم موقع كوسيط عشان يزبط العربي معلن انا بحب اعمل ايه هنا لو قلنا مثلا ان انا هختار ده وهجيب Adobe Arabic Adobe Arabic ده خط كويس وممكن traditional Arabic ده خط كويس لو قلنا مثلا traditional Arabic هخليه ما فيهوش بولد ما علينا هظن فيه traditional Arabic حاجة تانية يعني ما فيهوش غير traditional Arabic ده ما علينا انا بحب الادوب Arabic بصراحة وقوم بخلي الخط bold وبعدين بعمل ايه تاني فيه هنا تحت outer strokes علشان اعمل تحديد خارجي فبقوم اي الاد بخلي اللون بتاعه اسود او اي لون انا عايزه حجم التظليل بخلي مثلا 30 علشان يبقى الخط واضح كده وكويس وممكن اعملي تاني ممكن اعمل shadow ظل يبقى فيه ظل بسيط ممكن الظل ده اكبر حجمه شايفين ده ايه اللي بيحصل للخط ممكن اخليه يبقى كده مثلا يبقى الحجم التامسة خمسين مثلا كده فيبقى كده الخط واضح وجميل وجيد وممتاز جدا 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 فيه حاجات كتيرة تانية ممكن نلعب فيها هنا لكن ده اللي انا بحتاجه ده بيعمل لي شغل كويس ممكن تغير لون الخط ممكن تغير لون التظليل ممكن تغير لون الظل الحدود السودة او لون الظل ممكن تعمل حاجات كتير بحيث ان في النهاية الكلام يبقى بارز وواضح الفيديو مهما كان مش هيخلي الكلام فيه صعودة القراءة ده العدف يعني بس كده بيبقى التايتل بتاعي موجود هنا او واخد التايتل بتاعي كده حطه في المكان اللي انا عايزه لو شغلت مثلا الفيديو وكبرت ده شوية كبرت ده كده وكبرت ده كده هلاقي مثلا هنا البداية بقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول مثلا انا بحب ان يبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي او مواخد التايتل بتاعي هنا لو مثلا الاية دي انا محتاجها وعايز اعمل تايتل جديد بنفس الاعدادات بعمل عليه كليك يومين دو كليكيت وقوم واخد نسخة جديدة ومعدل عليها شفت دي علشان يبقى فيه بداية ونهاية الدخول في الفيديو اللي هو النظام ده يبقى الكلام ما يظهرش فجأة لأ بتدريج وقوم دايس عليه دابل كليك واقوم جايب علامة التايتل وجايب هنا كنترول ايه نسا عنو اكتب اسمي ابو المنتصر وكمان فيه تشكيل يعني ابو المنتصر محمد شاهيم التاعب اول مسلا ده انا عايز الاسم يظهر في الحتة دي قم صاحبه كده وحطه هنا يبقى الفيديو لما يشتغل هيعمل كده طبعا ممكن اكبر واصغر الوقت اللي يظهر فيه الكلام وممكن ادوس كليك ينين فيه هنا ده الوقت بالثانية اللي الكلام بيظهر فيه انا اكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو و الجزئية بتاعت ان انت تثبت الـ و تخلي البرنامج نفسه يقرأ عربي من اليمين للشمال ده امر مريح جدا 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 يعني فيه كثير من الاحيان رغم ان الكودة مش شغال الكودة انجين هو اللي بيخلي الجزء ده يظهر احمر مش اصفر زي ده لكن معلنا رغم ان الكودة مش شغال لسهولة التعامل مع النص العربي خصوصا لو الفيديو فيه نصوص كتير او كلام كتير حارضه خصوصا ان انا محتاج لضبط من كتابة الخط او اتجاه الكتابة من اليمين للشمال بستخدم البرجن ده حتى لو الكودة مش شغال بيسهل لي حاجات كتيرة جدا جدا والاخوة بتوع مكتبت المهتدين لما كنت كلمتهم على موضوع الادو بريمير قالوا لي مشكلته ما بيكتبش عربي لا بيكتب عربي بيكتب عربي وانا اكتفي بهذا القدر لا تنسوني من صالح دعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة